السلام الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله يا أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين إجابات امتحان الترمي التاني للصف الثالث الإعدادي دور مايو 2021 محافظة جنوب سيناء نورة متهر فريند ولاء نورة قبلت صحبتها ولاء طبعا إحنا جاوبنا محافظة دمياط وهنجاوب دمياط وجنوب سيناء هو اللي بيمتحنه دلوقتي هنجاوب كل الامتحانات وكل المواد إن شاء الله بالأمس برضو نزلنا إجابات العربي والنهاردة إجابات الإنجليز إن شاء الله فبيقول لي نورة قبلت صحبتها ولاء في وهم رايحين شارم يعني فنورة هاوريو زكية ولاء قالت لها فاين سينكس أنا كويسة المهم نورة قالت لها وير ها فيو بين انت رايحة فين طبيعي إن هي هتقول لها أنا رايحة شارم من دليل الكلام اللي فوق دي طب هتقولها إزاي دلوقتي إحنا هنشتغل بناء على إيه بناء على الجملة اللي موجودة أنا عندي مكان اللي هو مطلوب مني اللي هو وير أين ده فلازم أجيب آي اللي هي أنا عشان أقول أنا ذاهب إلى الشارم فهجيب آي بعد آي هجيب هاف بين طب جبتها منين هاف بين دي ما أنا جبتها من تحت ما هي بتقول لها أنت رايحة فين وبعدين أقول تو وبعدين شارم بقى أنا رايح فين شارم الشيخ يبقى أنا جبت الكلام ده منين أولا من عنوان المحادسة اللي هو من الدهولي فوق ده إحنا قلنا بنعتمد عليه بشكل كبير عشان هو إيه هو اللي بيعرفني المحادسة عن إيه ورايحة فين وجاية منين فاي هاف بين تو شارم أهي اللي هي دي طب ما هي هاز فوق يا مستر لأ ما إحنا لما بدأنا بقى هي هنا فكانت هاف يبقى الإجابة الأولى اي هاف بين تو شارم المهم قالت لها واعو ده مكان جميل وراحت سألها سؤال ردت وقالت باي بس باي بس يبقى أنا هسألها بايه بهاو اللي هي كيفها بقى تمام الكلام ده في الماضي هو المفروض هنا استخدم مطارع تام وبعدين ماضي فالمحادسة مطلق بطة شوية أنا هسأل على دي ماضي معنى كده ان هي راحت وخلصت يبقى هسألها اي حاجة بقى ازاي روحتي او ازاي سفرتي قالت باي بس لان اول ما بشوف وسيلة المواصلات بسأل بهاو بعدين أعدت فين وير مكان استي يعني يسكن او يمكس أعدت فين طبعا في فندق يعني أنا ليا بيت في شارم هناك طبعا فهقول ايه مسلا في الفندق بقى تمام طيب المفروض اقول بس انا اختصرت طيب سألتها سؤال اخرى قلت لها ايوة استمتعت بالاقامة هناك يبقى الكلام هنا في الماضي بقى يبقى هقول لها ايه هقول لها did you enjoy هل استمتعتي قالت ايوة استمتعت جدا تمام دي المحادثة المواقف بقى بيقول لي انت عاوز تحجز تذكرة اه دي قلناها ستين مرة بس اخد بالك قال لي ايه coming back هترجع يبقى لازم طالما هترجع يبقى لازم تحدد نوع التذكرة يبقى انت هتقول can i book دي السابتة المشهورة هتجيب بقى return ليه return عشان هو قال لي انت هترجع يبقى طالما هترجع يبقى لازم تذكرة ذهاب وايه واياب يبقى can i book a return ticket طب اللي كتب تيكت بس ان شاء الله المصاحة هيطلع راجل كريم ويحسبها له صح تمام وكمل بقى طول ايه طول اصر a friend starts to read you an interesting story صاحبك اما يقول لك قصة حلوة ووقف فانا هقول له افتل ايه يا عمي go on really كمل tell me more اخبرني يعني حاجات كتيرة طيب هنا بقى انت بتعتقد ان الدرس ده مفيد جدا وعاوز تعرف رأي صاحبك فيه فانت هتقول له رأيك ايه في الدرس ده وادو يو سينك واقول بقى ايه رأيك في الليسن في الليسن ده في الدرس تمام طيب القطعة بقى تتكلم عن ايه القطعة بيقول لسائح اه هزبين فوق اه 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 وجده بعد قضاء خمس ايام في الصحراء وهو راح ذهب للتمشي اه وتاه وكان delighted يعني مبسوط او مسرور لما الفلاح لقاه والفلاح جيبهم وطر الدلو مية وقال له ان هو المفروض ان هو ياخد صورة وكثيرا من الماء في الصحراء فون سوري تليفون وكمان ايه ياخد مية اه معاه في الصحراء بعد كده الفلاح اخده للمستشفى ولما وصل هناك زير دي يبقى عايده على المستشفى ودليت دي يعني هابي او بليز دي مسرور يعني الدكتور ادفايز ديهم نصح ان هو ينام ويشرب مية كتير عشان هيقول السؤال وراء هو نصحه بايه والقطع دي جات في المحافظات اللي حل المحافظات موجودة طيب اه وانترفيو دعملنا لقاء مع السائح ده بقى لما رجع البيت وسألناه ان هو عايز ايه قال هاشكر الفلاح بقى واشكر الدكتور اللي اهتموا بيا وقال ان ايه بقى افهي وانت توزا دي زارت اجين لو راح للصحراء مرة اخرى ها هي اه توسانك عشان هي وود ماتش مور كيرفل هيبقى حريص اكتر يعني تمام سؤال بيقولي بقى وإيه اللي حصل للسائح لما ذهب للتمشي طبعا هنقوله هي جوت لست يعني تاه او فقد الطريق يبقى دي اجابة واحد هو تاه السؤال التاني وضد زفارمر الفلاح بقى وضد زفارمر جيف زا تورست وين هي فاوندهم الفلاح اداله ايه لما لقاه طبعا لو رجعنا للقطعة هنلاقي هنا بقى ان ادي الاولى هي اللي هي جوت لست اللي احنا قلنا عليها جوت لست هنا هي دي اجابة الاولى بعدين الفلاح هنا بقى طبعا اداله ايه اهو الدكتور الدكتور نصحه كزا لكن الفلاح وين هي جوت زير لما وصل يبقى الفلاح عمل ايه اخدوا للمستشفى طيب اه طبعا الفارمر ادي الاجابة اداله ووتر وقال له بقى انك لازم تاخد ايه فون معاك تمام يبقى اداله ووتر مية هي دي اهم حادة هنا السؤال انا يقول لي اه اداله ايه لما لقاه طبعا الاجابة احنا هنقول له ايه وقعد انصحه وقال له فون وكده طيب دكاترة قالوا له ايه بقى ان هو ايه اللي لازم يعمله طبعا اللي هو موضوع النصيحة ده اللي هما نصحوه اللي هي دي اهي تمام الدكتور ادفايزد نصحو ان هو ينام ويشرب مية كتير تمام طيب حلو قوي نيجي بقى للسؤالين زير دي عيدة على ايه عيدة على المستشفى زير عيدة على المستشفى لان احنا قلنا الدكاترة نصحوه هناك بعدين كلمة يبقى اللي هي سعيد خلاص طيب نيجي بعد كده القصة اول حاجة بيقول لي بلاك بيوتي بلاك بيوتي يا طرى هنوصلها بايه طبعا اه كان الحصان اللي السيدة ايوه هو كان الحصان اللي كانت بتحب تركبه تمام طيب جنجر جنجر قال لو بطلوا يشدوا اللي جام يبقوا ناس محترمين طيب يورك ده كان المساعد صح كان الهلبر ايوه الاخيرة بتاع الايرل سمايز بقى دي بتاعت الفاشن بتاعته الموضة يبقى هنوصلها بالاولى علشان هي الستي دي كانت بتحب الايه الموضة خلاص طيب نيجي بقى لتحت هل تعتقد ان جنجر كان محق انه هو يركل مرة اخرى طبعا السؤال ده جيه في ضمياط هنقول ايه هنقول ياس طيب هو بقى بيقول لي ليه هنقول له دي اللي هي لان لان اللجام كان يعني غير مريح يبقى لان اللجام كان ايه كان غير مريح تمام هنعمل احنا الكتابة بالاسود علشان تظهر كده ايوه يبقى لان اللجام كان غير ايه غير مريح السؤال التاني بيقول لي هل تعتقد ان جيري كان كاين ديمان واي طبعا ايوه جيري كان كاين ديمان اللي هو افضل ملك لبلاك بيوتي ياس هنقول له كان بيعتيني بالاحصنة كويس جدا ماشي خلاص الاي والاس مع كسين طيب طيب اه دي الصفحة الاولى هنا بقى بنكتب اسئلة الاختيارات كلمة النيل النيل يبقى انت هتركب ايه وانت عن النيل طبعا فيري معدية هركب معدية في النيل مهس كازين ابن عم مهس جوينج تو ليفين كايرو هيعيش في كايرو عشان كده هزبوت اشترى نقط تيكت يبقى هو كده وراجل هيعيش هناك يبقى مش محتاج يرجع يبقى سنجل بقى رايح بس هل بحيرة ناصر طبيعية ولا من صنع الانسان تمام طيب القصة اللي فيها مورال بتديني مسج بتديني رسالة اه اه اتس اه هتو دي الديني حارة النهاردة اتماست بي فورتي اكده اربعين ايه اربعين دي جريز درجة وبرضو الجملة دي جات في هين في امتحان ضميات النهاردة طيب اخر الجملة اتس جود ايديا فكرة حلوة انك تسأل الحكيم شخص الحكيم على ايه على الادفايز على النصيحة هنا بقى انا عايز اردر دي بيقول طبعا هنزل زي ما هي يعني هقول كده واجه على واخليها اللي هي المطلوبة دي تمام وبعدين امر امر مين طيب انا نسيت امر عالي طبعا يبقى اردر دي علي تو استاند اب خلاص يبقى تيتشار دي اردر دي علي تو استاند اب امره ان ايه ان يقب طيب ماشي نيجي بعد كده ميت بقى ميت دي قلنا ايه ان برضو موجودة فورك بوك الانتحانات كلها موجودة فورك بوك بيقول لي دراع علي قلمه برهبس هي بروكت ربما هو كسره فانا هقول بقى ايه هي ميت هاف بروكن هيز ارميز هي اللي هو عم ونزل ميت اللي بين الاقواس بعدين هاف بعدين التصليف التالت بقى ايه بروكن واكمل هيز ارميز واحتمال يكون كسر ايه ازرعتهم برضو جملة الورك بوك دي قاعدة المبنى للمجهول في المضارع التام الطلبة جاوبوا كل الاسئلة ابدأ بكل الاسئلة يبقى انا هقول له كل الاسئلة ايه جاوبت كل الاسئلة ايه جاوبت هبدأ بيها هبدأ بيها طبعا قول بعدين زي ما هي موجودة بالزبط كل الاسئلة هي جامعة يبقى تاخد هاف بعد هاف هجيب بيها اللي هي قاعدة البناء للمجهول بعدين اخد التصليف التالت من الفعل اللي هو يبقى تمام اا كده اتحلل الامتحان كله والبراكراف عن واحدة من عجائب الدنيا يلا بالتوفيق الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته